السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي او جناتي طلاب الصف الثاني السنة والزراعي جميع المجالات اهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني واهلا وسهلا بكم ورحب بكم برضو مع قصرة نحل العسل وددت القز بالقناة اه اتكلمنا الحلقات الحلقة اللي فاتت على اه فحص الطواقف يعني ايه فحص الطواقف يعني انت تكشف على الطائفة طبعا انا مش اقول لك بس عنوين عشان انا اذكرك بالحلقة اللي فاتت لا ده انا هقول لك عنوين مطولة شوية فيها اه شيء من الشرح البسيط عشان خطر تفتكر لان اهم حاجة عندي في النحل كله فحص الطواقف اهم حاجة فحص الطواقف ليه لان فحص الطواقف ده ماسك منهج النحل كله وماسك كل حاجة عن النحل وانت كمبتدق اتكلمت على المبتدقين انت كمبتدق لازم تعرف كل حاجة على النحل طيب فحص الطواقف اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وقلنا ان فيه خمس حاجات في فتح الخلايا وفحص الطواقف اول حاجة اغراض الفحص ودي قلناها الحلقة اللي فاتت تاني حاجة الادوات المساعدة اللي هي بتساعدك في عملية الفحص تالت حاجة شروط الفحص رابح حاجة مواعيد الفحص خمس حاجة تسجيل نتائج الفحص طيب لو جيت اتكلمت على اغراض الفحص باذكرك بها بس كده باجاز بسيط اول حاجة من الغرض الرئيسي في اغراض الفحص او هو مشاهدة الملكة مشاهدة الملكة انت عارف طبعا او قلتلك قبل كده ان الملكة هي ام الطائفة ام النحل يبقى بدون ملكة مفيش طائفة نحل طيب بتشاهد ان بتشاهد الملكة بس كده لا انت لازم في الاول خالص تتعرف على التلات افراد المكونين للطائفة اللي هي الملكة والشغالة والذكر هذه اتعت افراد قدامك هم الملكة هي اكبر حاج في افراد الطائفة كلها الشغالة اللي هي مكتوبة عندك كده العاملة وهي اقل حاج في طائفة نحل العسل الذكر بيكون اضخم افراد الطائفة انت لازم كمبتدئ لازم تتعرف على التلات افراد دول اللي موجودين عندك طبعا انا قلتلك ان الملكة هي ملكة واحدة بس موجودة في الطائفة الشغالات عددهم بالالاف في موسم النشاط ممكن يوصلوا لاربعين الف شغالة داخل القلية الوحدة الزكور عددهم بالمئات يعني ممكن ستمائة زكر سبعمائة زكر دي شكل الملكة اللي قدامك وحواليها النحل نحل بيرعيها وبتكون هادئة هي اللي بتدي هدوء للشغالات ده شكل الملكة اساسا هي برضو الملكة وهي موجودة على الكرس الشمع وموجود حواليها برضو الشغالات طيب تاني حاجة اتكلمتك عنها وهي الحضنة يعني ايه الحضنة هي الاطوار الغير كاملة للحشرة الكاملة الحضنة دي قلتلك ان هي البيت اليرقات العزارة لازم تتأكد من وجود الحضنة اللي هي موجودة في الخلية عندك او في الطائفة عندك لازم تتأكد من خلوه الحضنة دي من الامراض ان انت هتدرس بعد كده الامراض اللي بتصيب الحضنة يبقى لازم ان انت تعرف ان الحضنة دي ما فيهاش امراض والحضنة دي هي اليرقات اللي قدامك هي الحضنة دي اما ان هي تكون مفتوحة اقراس الحضنة اما تكون اقراص حضنة مفتوحة او اقراص حضنة مقفولة اقراص الحضنة المفتوحة اللي بيكون فيها البيض اللي بتبيضه الملكة اقراص الحضنة المفتوحة برضو بتكون فيها اليراقات قبل ما بتتقفل عليها العيون السوداسية عشان تتكون عزارة وبعد العزارة بتكون لك الحشرة الكاملة اللي هي اما شغالة او زكر او ملكة دي برضو شكل حضنات حضنة موجودة في عيون مفتوحة قدامك هي على الصورة طيب بعد كده اتكلمنا على لازم تتطمن على وجود الغذاء في الطائفة ايه هو الغذاء بتاع النحل اللي موجود او اللي هو بيتغزى عليه بيتغزى على حبوب اللقاح وعلى العسل حبوب اللقاح والعسل بيكون لك حاجة فيها اسمها خبز النحل بتتغزى عليه الياركات بعد العمر التالت بعد اليوم التالت من عمرها لان اول تلات ايام قلتلك نرجع نرجع ليه اللي درسناه في دورات الحياة بتاعت الافراد بتتغزى الياركات اول ما بتخرج من البيت على طول بتتغزى على غذى الملكات اللي بيطلع غذى الملكات مين اللي بيعمل غذى الملكات الشغلات حديثة السن طيب بعد التالت ايام دول بيتغزوا على حبوب اللقاح وعلى عسل النحل اللي هو موجود جوه بيكونوا لي حاجة اسمها خبز النحل زي ما قلتلك طيب بعد كده لازم اه تشوف ملابس النحل ايه اللي انت هتدخل بيها المنحل انت ما بتدخلش كده وخلص لأ ملابس النحل اللي هي القناع الافرول والجوانتي يبقى دي ملابس النحل اللي انت لازم هترتديها وانت داخل المنحل بتاعك وانت داخل اه تفحص الخلايا بتاعتك عشان خاطر اه تحميك من لسع النحل فيه الادوات بقى بتاعت الفحص انت بتستخدم ايه وانت جاي تفحص الطواقف زي ما قلتلك بتفحص الطائفة يعني بتكشف عليها بتكشف عليها من كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي طيب ايه الادوات اللي انت بتستعملها بتستعمل اول حاجة المدخن اول حاجة المدخن بعد كده العتلة بعد كده الفرشاة المدخن ده قلتلك ان فايدته ان هو بيهدي النحل ولكن في الفحص برضو في اه كمالة الدرس النهاردة هقولك ان انت تدخن ازاي واقولك ان انت ما تدخنش تدخين شديد عشان ده هيدر النحل مش هيفيدوا العتلة اللي هي انت بتفصل بيها الأقراص عن بعضها عشان تفحص الفرشاه اللي هي لو انت بسكت البرواز بتاع الشامع اللي هو عليه اللي عليه الشغلات عاوز تحوش الشغلات عشان تفحص اللي تحت الشغلات إيه والبرواز ده موجود إيه يبقى انت بتحوش الشغلات دي بالفرشة الفرشة دي بتكون فرشة نعمة جدا ما تأزيش النح في حاجة تاني اللي هو حامل الاطارات حامل الاطارات ده بتستخدمه ان انت اول ما بتفحص وهنقوله برضو ان انت اول ما بتفحص بتحط الاطار اللي انت فحصته بتحطه على حامل الاطارات في بعد كده الشوكة بتاعة اعدام حضنة الزكور يبقى دي هي الادوات بتاعة الفحص دي قلناها الحلقة اللي فاتت هنتكلم اي ده قدامك هو القناع والجوانتي والادوات اللي هي المدخن والعتلة والفرشاة دي قدامك هنتكلم بقى النهاردة على حاجة تانية خالص او مكملة للدرس بتاع الحلقة اللي فاتت وهي شروط الفحص هو فيه شروط الفحص او فيه شروط الفحص اي حاجة لها شروط اي حاجة بتنظمها قواعد وقوانين القواعد والقوانين في الفحص دي بقى قولي شروط لازم لازم دي تتبعها كويس جدا عشان تتقي برضو لسع النحل وعشان تفحص بامان وبسلام وما تضرش النحل اللي معاك اول شرط من شروط الفحص ان انت تختار اليوم المناسب يعني ايه اختار اليوم المناسب يعني ان اليوم اللي انت هتفحص فيه ما يبقاش الجو فيه مطر ما يبقاش الظروف الجوية غير ملقمة من ناحية ما يبقاش فيه رطوبة جمدة ما يبقاش فيه رياح جمدة يبقى دي كلها اول حاجة بتختار اليوم المناسب اللي بتفحص بيه طيب في الشتاء بتفحص فوقت وفي الصف بتفحص وقت في الشتاء احسن وقت للفحص اللي هو في الشتاء طبعا هيبقى جو برد في الصبح مش هيقدر ان انت تفحص فيه اول اه ما يطلع اول ما يظهر النور بتاع الشمس على طول لا انت بتفحص في الشتاء من الساعة عشرة لحد الساعة ثلاثة بعد الدهر يبقى ده انسب وقت ان انت تفحص فيه الخلايا بتاعتك طب ليه طب من افحص الصبح الصبح بادري لا منت لو افحص الصبح بادري في برد جامد جوشيته البرد ده هيسبب لك امراض للحضنة ويسبب لك امراض للنحل البالغ يبقى انت ما ينفعش ان انت تفحص في الصبح خالص او في وقت البرد طيب في الصيف بتفحص امتى في الصيف في الصيف ده بيختلف الجو بيبقى كويس يبقى بتفحص في الصباح الباكر او بين العصر والمغرب لان انا مش هقدر في الصيف وهي درجة الحرارة عالية جدا والشمس متسلطة على المنحل مش هقدر افحص في وسط النهار مش هقدر افحص الساعة 10 الصبح او الساعة 11 او الساعة 12 او الساعة 3 زي الشيطة لا يبقى في الصيف بفحص اما في الصباح الباكر او بفحص امتى او بفحص بين العصر والمغرب طيب تاني حاجة ان انت بترتدي ملابس النحال يبقى تاني حاجة من شروط الفحص اللي انت لازم تعملها وهي ارتداء ملابس النحال ملابس النحال اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت اللي هي الافرول والقناع والقفاز اللي هو الجوان دي طيب ويستحسن بالنسبة للمبتدئين ان انت تلبس الحاجات دي كلها اما بالنسبة للمتمرسين في موضوع النحال والنحالين اساسا ما بيلبس افرول ولكن انت كمبتدئ لازم بتلبس افرول وبتلبس قناع وبتلبس جوان دي طيب كمان بالنسبة للمبتدئين ان انت بيستحسن ان انت في الرجل بتاعة الافرول من تحت تحط لها كلبس عشان خطر النحل ما يدخلش من الرجل بتاعة الافرول ويطلع وتم لازعك طيب تالت حاجة لازم هدوء النحال هدوء النحال خلي بالك العصبية وانت شغال في المنحل دي بتضر ما بتنفعش والعصبية اساسا بتاعتك وانت شغال في المنحل بتخليك تفرز عرق كتير النحل لا يميل الى رائحة العرق لا يميل الى رائحة العرق يبقى لازم ان انت تبقى هادي خالص وانت بتفحص التواقف بتاعتك عشان خاطر تقي نفسك من لساعات النحل دي حاجة حاجة تانية عشان ما تخليش النحل الان اساسا لان النحل عندما بيحس بقلق ممكن يحصل فيه اضرار القلق اللي هو بيحدث عند بجوار النحل ممكن يخليه ان هو يسيب لك الخلية ويمشي يبقى يعمل حاجة اسمها هجرة يبقى دي الظواهر الضرة اللي في المنحل اللي انت بتتقيها وان انت بتحافظ ان هي ما تحصلش طيب بعد كده رابع حاجة ان انت ما تستعملش العطور يعني وانت داخل المنحل ما تستعملش العطور ما تبقاش حاطة برفان تبقاش حاطة ريحة ريحتها كويسة ممكن تجذب النحل ليك هتجذب النحل ليك يبقى هيفضل يلسع في الفاحص نفسه يبقى هي دي شروط الفحص تكلمنا على شروط الفحص وقلنا انها اربع حاجات ان انت بتختار اليوم المناسب ان انت بترتدي ملابس النحل وقلنا ايه هي ملابس النحل ان لازم بتكون هادي وانت بتفحص ان ما تستخدمش العطور اسناء الفحص طيب بعد كده هتكلم على خطوات الفحص انت بتفحص ازاي بقى الخلية او بتفحص ازاي الطائفة اللي قدامك خطوات الفحص اول حاجة هنجيب بقى احنا ايه الادوات اللي هي بيستعملها النحل ايه هي الادوات بتاعة الفحص اول حاجة المدخن يبقى انت بتجيب المدخن في الاول خالص وبتجهزه ده شكل المدخن بتجهزه عشان خاطر اه تدخن على النحل الفايدة بتاعة التدخين على النحل ده ان انت بتهدي النحل بتهدي النحل فيه تفسير علمي تاني ليه قالك ان انت عندما بتدخن على النحل بتحسس النحل ان فيه حريقة ايمة في الطائفة فيه حريقة ايمة في الخلية يبقى هو بيسيف لك الاقراص وبينزل تحت بينزل بيستخبى منها يبقى ده تفسير وده تفسير بس التفسيرين المبدأ بتاعهم واحد وهو تهدئة النحل وان يخلي النحل شغال بدون ما النحل يتعرض له طيب تاني حاجة الوقوف ارتداء ملابس النحل تاني حاجة ارتداء ملابس يبقى انت بتولع المدخن بتشعي المدخن وبتلبس بعد كده ملابس النحل بتاعتك لان ما ينفعش ان انت تلبس ملابس النحل في الاول وتلبس الجوانتي وبعد كده تولع المدخن مش هتعرف طيب يبقى انت بتولع المدخن في الاول بتشعي المدخن في الاول بتجهزه وبعد كده بتلبس الملابس بتاعت النحل تالت حاجة بتعملها في الفحص ان انت بتقف على احد جانبي الخلية ما بتقفش قدام باب الخلية ما بتقفش قدام باب الخلية ليه ما بتقفش قدام باب الخلية ما بتقفش قدام باب الخلية لسبب إن انت ما طعقش حركة دخول وخروج النحل يبقى انت بتفحص والنحل داخل وخارج من الخلية وانت ما طعقش الحركة بتاع الدخول والخروج يبقى انت لو وقفت قدام باب الخلية هتعوق حركة النحل وهو داخل وهو خارج لا ده انت عاوز النحل يبقى طبيعي عشان تشوف النحل اللي داخل والنحل اللي خارج وتشوف هو داخل بصورة طبيعية ولا بصورة غير طبيعية لان ممكن النحل وهو داخل بصورة طبيعية يبقى مثلا حصل تسمم برا بوسط مبيدات يبقى انت بتشوف النحل بيرجع للخلية بتاعته وبتشوفه بيروح ميت جوه الخلية ده وحصل تسمم يبقى انت بتكشف عن كل حاجة وانت بتتفادئ اي حاجة واي نقطة صغيرة لازم بتحطها انت في اعتبارك عشان خاطر تقدي الفحص بتاعك على خير طيب بعد كده بتقف على احد جانب الخلية اما الجنب ده او الجنب ده وبيكون الشمس في ظهرك بتكون الشمس في ظهرك رابح حاجة وهو التدخين على باب الخلية ورفع الغطاء بتاع الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي خلي بالك بالده كان انت على باب الخلية في الاول وبعد كده بترفع الغطاء التدخين خلي بالك تدخين بيكون بسيط او تدخين غير مغالي فيه يعني مش تدخين شديد وتقول لا ده انا هدي بقى النحل خالص لا التدخين ده بيهدي النحل ليه علميا قالك ان هو المدخن ده بيطلع منه غاز ثاني اكسيد الكربون غاز ثاني اكسيد الكربون ممكن ان هو بيخضر النحل شوية بيخضر النحل شوية بس لو زاد التدخين عن حده لو كان تدخين شديد لو انت اول مرة تدخل المنحل ويجي الرجل اللي معاك قال له خد دخن عشان نهدي النحل ودخنت جامد انت كده هتضر النحل انت كده هتخلي النحل ان هو يهجم عليك اكتر ما في الاول خاص مش هيهجم عليك بس لو دخنت جامد هيجم عليك اكتر وممكن ان هو يصيب الملكة وممكن ان هو يصيب الشغلات وممكن ان هو يصيب الحضنة التدخين الشديد ده ممكن يصيب الحضنة داخل الخلية النقطة الصغيرة دي اللي أنا بقولها لك ما تفتكرش إن هي نقطة كده وخلاص لا ده نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها أي ده قدامك وهو بيدخن على باب الخلية في الأول خالص وهو واقف على أحد جانبيها مش واقف قدامها زي ما قلتلك وبعد كده بيرفع يرفع الغطاء الخارجي الغطاء الداخلي للخلية وبيدخن على قمة الأقراص زي ما انت شايف كده بيدخن على قمة الأقراص طيب بعد كده بيعمل النحال أول ما دخن على قمة الأقراص في حاجة تاني بعد كده بيستخدمها من الأدوات اللي هي قلتلك أدوات الفحص بيستخدم العتلة العتلة دي بيعمل بها ايه؟ العتلة بيفصل بيها الأقراص عن بعضها هي ممكن الأقراص تكون لزقة في بعضها ممكن تكون كمة الأقراص لزقة في بعضها طب افتكر بقى معايا افتكر معايا منتجات النحل اللي قلتلك عليها قبل كده البيروبوليس البيروبوليس ده ممكن بيعوق عمل النحال داخل أثناء الفحص إنه ممكن يلزق الأقراص مع بعض يبقى لزقة الأقراص مع بعض هتفكها ازاي عن بعضها مش هتبقى بكل شدة وهتمسك القرص وتفكه عن التاني يبقى أنت كده أثرت على النحل تأثير سلبي ده ده انت بالعتلة من على جانب الأقراص كده وحاجة بسيطة وتروح ايه؟ فاكك الأقراص عن بعضها وبتبدأ في الفحص اهي فصل الأقراص اهي العتلة قدامك اهي؟ عتلة حديدية صغيرة جدا وبترفع بعد كده الأقراص الجانبية ده بقى طريقة الفحص بقى انت كده عملت كل دواعي الأمنية اللي هي هتفحص بيها بدون أي قلق ولا للنحل ولا خوف منك من لسع النحل يبقى أنت ريحت النحل خالص أنا عاوزك تفحص وانت جاي تفحص خلية كأن النحل مش يعني ما فيش أي حركة في الخلية ولا تخبط على خلية ولا تضربها برجلك والكلام ده كله لأن انت كده بتقلق النحل بتقلق النحل طيب بوزة العتلة بترفع أحد الأقراص اللي هي الأقراص الجانبية بتفك الأقراص عن بعضها وبعد كده بترفع أحد الأقراص الجانبية وبتمسكه من طرفه عند القمة طيب بعد كده قدامك بتستخرج الأقراص وبتفحصها من الجنبين طيب لما تيجي تفحص الأقراص من الجنبين خلي بالك لما تيجي تفحص الأقراص من الوجهين دي طريقة سهلة جدا ولازم تعملها أدي برواز الشمع قدامك هو معايا بتمسك من طرفي برواز الشمع كده البرواز بعد ما طلعتم القلية طيب أنت فحصت الوش اللي هو قدامي هو عاوز تفحص الوش التاني اللي وردها هتفحصه ازاي ولا هتفحص وش واحد لا لازم تفحص الواجهين طيب أنت فحصت أول وجه هتقلب كده الوجه كده يبقى النحل هيطير ولو موجودة ملكة على هذا الكرص يبقى ممكن تقع منك يبقى أنا عاوزك تفحص والنحل ما يحسش بأي حاجة بتفحص الواجه التاني ازاي فحص الواجه التاني من البرواز بتنزل اليد اليمنى اليد اليمنى هي بتنزلها وبترفع اليد اليسرى بقى البرواز معمول بالشكل ده وبتلف اليد اليسرى زاوية او درجة 180 درجة بتلف اليد اليسرى بدرجة 180 درجة للداخل وبتنزل بعد كده باليد اليسرى وبتبقى في مستوى رأسك كيب أنت كده ما حسستش النحل ان انت بتحركه خالص ما حسستش النحل ان انت بتحركه خالص اهو نعملها تاني قدامك كده هدي ها انت ماسك البرواز من طرفينه بييدك فحص الوش الاولاني الوجه الاولاني بعد كده عاو الصفح حص الوجه التاني بتنزل اليد اليمنى احفظ معايا افهم معايا بتنزل اليد اليمنى وبترفع اليد اليسرى بقى البرواس كده بتلف البرواس درجة درجة مية وتمانين درجة اهو كده بقى كده البرواس اهو شايف معايا وبتنزل اليد اليسرى بعد كده بيبقى البرواس الوجه التاني في مستوى وجهك في مستوى وجه الفاحص بتفحص انت زي ما انت عاوز وبتشوف اللي انت عاوز تشوفه في الفحص عشان ترجعه بيرجع بعكس المرة اللي فاتت برضو بزي المرة اللي فاتت بتنزل اليد اليمنى هي وبترفع اليسرى وبتلف برضو مية وتمانين درجة وبينزل تاني وبعد كده بتحط البرواس طبعا بتحط البرواس على حامل الاقراس بتحط البرواس على حامل الاقراس اهو زي ما انت شايف اهو بيفحص ولابس اللبس بتاع النحال وبيدخن على البرواس وماسك في ادي العتلة طيب ده فحص الاقراس من الجهتين قدامك اهو بعد فحص واجه الكرس المقابل لوجه النحال بيضار الكرس لفحص الوجه الاخر خفض اليد اليمنى ورفع اليسرى لتصبح كمة الكرس الرأسية وبقى كده بيضار الكرس الى الجهة الامامية بزاوية مية وتمانين درجة زي ما قلتلك انا وردت هلك عملي عشان خاطر ما يبقاش كلام كده بتقرأه وخلص مش عارد تنفزه ده خل بالك ده دي مهارة من المهارات اللي هي انت مطالب بيها في الامتحان بيجيلك او في اللي بيبتحنك عملي اه بيسألك فيها وبيقولك افحص لي برواز ده من الجهتين يبقى لازم بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي حاجة حاجة تانية بالنسبة لطلبة الجدارات برضو فحص الطائفة دي اه مهارة من المهارات لازم بتكون عارفها ولازم تنفزها طيب وخلي بالك انت كطالب في مدرسة الزراعة عندك في المدرسة منحل المسر بتاعك هيدخلك المنحل وهيعرفك انت ازاي بتفحص وهيعرفك ازاي بتفحص ايه البرواز من الجهتين خلي بالك انت طالب زراعة انت طالب اه يعني يعتبر من افضل الطلبة اوعى تقل بقيمة نفسك خالص اوعى تستنقص نفسك ده انت طالب زراعة انت المسؤول عن غزة بتاع العالم كله بتاع البشرية يعني وبالنسبة للنحل في مجالنا انت بتتعامل مع حشرة ربنا ذكرها في الكرآن حشرة لدرجة ان اي حد بيتمنى ان هو يربي نحل عنده حشرة ان انت لو قعدت تتكلم عنها مفيش حد بيمل من سماع معلومات عن هذه الحشرة اللي بتنتج لك افضل انواع الاطعبة ليه ده كله لان ربنا اوحالها في الكرآن لان احسن حشرة بتطلع لك افضل عسل يبقى انت انا مش عاوزك تستقلب نفسك انت طالب مجتهد وطالب كويس وطالب لو ما وفقتش في الاعدادية ودخلت الزراعة دخلت الزراعة انت احسن تعليم تخصصي بالنسبة للتعليم الفني يعني لو لا الزراعة دي ما كانش فيه مصانع المصانع اللي هو بتصنع بتصنع ايه ده كله بتصنع منتجاتك ما كانش فيه تجارة ما هي التجارة هي اللي بتتاجر فيه المنتجات المصنوعة اللي انت اساسا مطلع المادة الخام بتاعتها مشينا عن موضوع شوية نرجع تاني طيب بعد كده بعد ما فحصت انت البرواز من الجهتين هتستمر في فحص الاقراس واحد بعد الاخر طيب فيه حاجات بقى لازم ترعيها اسناء الفحص ايه اللي لازم ترعيه اسناء الفحص اللي لازم ترعيه اسناء الفحص هو اول حاجة مراعاة مواعيد الفحص مراعاة مواعيد الفحص هي فيه مواعيد للفحص اه فيه مواعيد للفحص المعاد بتاع الفحص اللي قلت لك عليه ان هو من الشروط بتاعة الفحص انت بتدخل تفحص امتا؟ بتدخل تفحص في وقت النهار في الغالب عشان خاطر الشغلات اغلبها بيبقى بره الخليه ما تبقاش زحمة يبقى انت بتفحص بتكتشف الحاجات اللي موجودة في الخلية اللي انت عاوز تفحصها تاني حاجة هدوء القائم بالفحص هدوء القائم بالفحص يبقى انت الحركات النرفزة اللي ممكن تصدر منك اثناء الفحص لا يبقى دي غلط جدا لان زي ما قلت لك ان انت بتفرز في العصبية بتفرز عرق العرق ده النحل ما بيحب شرحته فهيجي هيهجم عليك على طول بعد كده عدم الابطاء اثناء الفحص اه عدم الابطاء اثناء الفحص دي مهمة جدا 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 ان انت زائد الاجراءات اللي انت بتاخدها الاحترازية اثناء الفحص وزائد لما بتطبق شروط الفحص تمام لازم الفحص بتاعك يبقى بسرعة طبعا مش من اول مرة هيبقى بسرعة انت هتتدرب مرة واثنين وتلاتة وبعد كده فحصك هيبقى بسرعة طب فحصك هيبقى بسرعة ليه الخلية بتبقى مفتوحة الخلية قدامك بتبقى مفتوحة ممكن يحدث الصرقة صرقة اهى الصرقة دي من الظواهر الضرة اللي هي ممكن تحدث في المنحل بتاعك صرقة يعني ايه صرقة يعني ييجي نحل ما عندوش تغزية وانا قلت لك ان من شروط الفحص ان انت بتشوف فيه تغزية فيه التواقف ولا ما فيش فيه نحل ما فوق ما عندوش تغزية ما عندوش عسل ما عندوش حبوب لقاح ولا خلية مفتوحة قدامه انت بتفحصها واخرت فيها قعدت ربع ساعة واللي قدت عشر دقايق يبقى هيجي النحل ده يدخل جوه الخلية عشان ياخد العسل اللي موجود جوه عشان ياخد تغزية من اللي موجودة جوه الخلية اللي انت فتحها واعدت بقى ايه اعدت تتكلم واعدت تفحص على مهلة خالص يبقى لازم عدم الابطاء اثناء الفحص واقولها بطريقة تانية السرعة في الفحص بس السرعة في الفحص مع ايه مع تطبيق الشروط مع تطبيق شروط الفحص طيب عدم ترك الخلية مفتوحة دي حاجة ربعة ان انت ما تسيبش الخلية مفتوحة لدرجة كبيرة او وقت كبير اثناء الفحص طيب خلي بالك في لقطة تاني مهمة جدا فيما يجب مراعاته عند الفحص وهي ان انت لما بتيجي تفحص خلية بتمسك البرواز لازم البرواز يبقى فوق الخلية وهي مفتوحة ليه يا مستر لازم البرواز يبقى فوق الخلية عشان احتمال يكون تكون الملكة موجودة على هذا البرواز احتمال تكون الملكة موجودة على هذا البرواز فانت لو طلعتها برا الخلية وانت بتفحص وقفت برا كده ممكن الملكة تقع على الارض وممكن تتدوس عليها برجلك يبقى انت فقدت الملكة وانت مش واخد بالك يبقى من دواعي الامن اللي انت بتعملها برضو الامن بتاع الخلية والامن ان انت تحافظ عن نحل بتاعك ان دواعي انت بتفحص تخلي البرواز اللي انت بتفحصه فوق الخلية وهي مفتوحة عشان لو وقعت الملكة لو كانت موجودة على هذا البرواز ووقعت يبقى تقعي جوه الخلية هي في علامات ان انت ممكن ان انت تعرف الملكة موجودة ولا مش موجودة خلي بالك لو الملكة فقدت هتبص تلاقي المعلومة دي للنحلين وليك انت كنحال يعني هتبص تلاقي ان الشغلات وقفة على باب الخلية من برا على مدخل الخلية وبتهز دماغها وبيتحرك جناحها الى اعلى والاسفل يعني معنى كده ان هي بتطلع الريحة بتاعتها عشان خاطر لو الملكة برا تشم الريحة وتدخل لهم تاني لان الريحة دي من اللي مطلعها اللي هي رائحة الملكة اللي هي فيرمون الملكة اللي مطلعها الملكة بتعرف الشغلات ببعض وتعرفهم بالملكة بتاعتهم وتعرف افراد الخلية ببعض فهم حسوا ان الملكة بتاعتهم وانت بتفحص واقعت برا الخلية هيقفوا على باب الخلية من برا ويعملوا الحركة اللي قلت لك عليها دي عشان يطلعوا الرائحة دي يطلعوا الفيرمون ده من جسمهم وتشموا الملكة وتعرف ان هي دي الخلية بتاعتها دي حاجة تخصصية شوية بس انت اثناء الفحص لازم تكون عارفة انا بقولك على كل نقطة اثناء الفحص عشان تاخد بالك منها طيب موعيد الفحص بقى موعيد الفحص بتختلف كل فصل عن التاني احنا عندنا كام فصل في السنة عندنا اربع فصول في السنة عندنا ربيع خريف وصيف وشتا موعيد الفحص بتختلف كل فصل غير التاني اول حاجة في فصل الربيع بيبقى فيه نشاط للنحل بيبقى فيه نشاط للنحل فيه نشاط للنحل يبقى انت عاوز تشتغل عن نحل وعاوز تشوف النحل في موسم النشاط ده شغال ولا مش شغال عاوز اه تعمل اجراءات اثناء موسم النشاط عشان ما يضيعش منك موسم النشاط يبقى بتفحص كل اسبوع تفحص امتا تفحص كل اسبوع طيب فيه بعد كده في فصل الصيف في فصل الصيف الفحص بتاعه بيبقى كل عشر تيام كل عشر تيام لان الجو بيبقى حر قوي وممكن في فصل الصيف ده ممكن تغير ملكات ممكن الملكات تتغير في فصل الصيف ممكن الشغالات يغيروا الملكة فانت عشان تعرف وانت بتفحص طب ليه مستر كل عشر تيام لاني نرجع برضو تاني لدورة حياة الملكة كم يوم دورة حياة الملكة خمستاشر يوم فلو خمستاشر يوم لو خليت الفحص كل خمستاشر يوم يبقى لو في ملكات جديدة طلع هتطلع ولكن انا خليها كل عشر تيام قبل قبل انتهاء دورة الحياة بتاعة الملكة لو هتطلع ملكات جديدة ولو فيه بيوت ملكات اما تعدمها او تاخدها تستفيد بيها يبقى ده الغرض من انت بتفحص في الصيف كل عشر تيام من دورة حياة الملكة خمستاشر يوم طيب فيه فصل خريف طبعا طبعا اتجاوب يبدأ انه هو يبقى يتغير شوية يبقى بتفحص كل اسبوعين في فصل الشتة بقى بتفحص امتى او بتفحص كل كام في فصل الشتة بتفحص الخلية بتاعتك من عشرين لتلاتين يوم يبقى في الشتة كله بتفحص مرتين لتلات مرات مع الاجراءات التشتية اللي بتاخدها اللي بتعملها في الطائفة بتاعتك والتشتية دي مهارة تاني برضو هنتعرف عليها بعد كده في الحلقات السابقة التشتية هي تدفئة النحل بتدف النحل يبقى ما ينفعش اننا افتح على النحل كتير ما ينفعش اننا كل اسبوع افتح على النحل وفي جو برد طبعا انت قلت لي يا مستر انتي في الشتاء افحص من الساعة 10 الصبح ما هتفحص من الساعة 10 الصبح اه بس هيبقى برضو جو برد البرودة دي بتأثر على الحضنة وتأثر على الافراد الكاملين بتأثر على النحل الكامل بتجيب امراض للحضنة زي برودت الحضنة مثلا وبيتجيب امراض للنحل الكامل او النحل البالغ بتجيب له برضو امراض ممكن ان هي تضره دي حاجة طيب بالنسبة للفحص في الشتاء قلتلك بيبقى مرتين لتلات مرات في الشتاء كلها يعني في الشهر ممكن مرة يبقى ممكن من عشرين يوم لتلاتين يوم في فصل الشتاء طيب هو بالنسبة للشتاء لو فحصت في الشتاء دي معلومة لك انت كده معلومة اثرائية ومعلومة يعرفها النحلين انت لو فحصت كل ما بتفحص مرة في الشتاء البرد بياخر لك شغل النحل حوالي 15 يوم تاني يبقى كل ما بتفتح الخلية في الشتاء البرد بياخر شغل النحل داخل الخلية 15 يوم يبقى انا افحص كتير في الشتاء ولا ما افحص كتير لا يبقى ما افحص كتير في الشتاء يبقى انت كده هتأخر شغل النحل خالص طيب يبقى دي موعيد الفحص اللي اتكلمت عنها طيب انت بعد كده بتعمل دفتر سجل الفحص ايه دفتر سجل الفحص ده؟ دفتر سجل الفحص بيكون بنفس الشكل اللي قدامك وهو ده كده بيكون تاريخ الفحص بتدوم فيه كل المعلومات اللي موجودة عن الطائفة بتاعتك. تاريخ الفحص يعني انا فحصت هو مكتوب قدامك على الشاشة يوم اتنين وعشرين خمسة الفين واحد وعشرين حالة الملكة الخانة اللي بعدها هي قدامك. بعد كده بتكتب حالة الملكة ايه? هاجين اول اه دخلت عندك الطائفة في يوم كام او دخلت سنة كام? دخلت في اهو كاتب لك عندك في شهر تلاتة عشرين عشرين. الحضنة بقى اللي مكتوب الحضنة اللي موجودة عندك في الطائفة بتشوفها حضنة مسلا تلات براويز خلي بالك انا قلت لك في شهر خمسة يبقى موجود حضنة موجود عسل وحبوب لقاح كتير. تلاتة حضنة عسل وحبوب لقاح خمسة طبعا هي دي حاجات مش ثابتة ده مثال انا كاتبهوه لك. فارغ يعني اقراص فارغة عندك بروازين بس. البروازين دول طب 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 انت يا استاذ بتقولي ان ده موسم نشاط وليه فارغ? لا ده فارغ ده انا اول ما لقيت ان الحضنة كتيرة والعسل كتير موجود جوه وفيه شغل للنح انا حطيت اقراص فارغة. حطيت قرصين عشان تشغل فيهم الملكة. جملة الاقراص كلها بتجمع دول تلاقيهم عشر برواز. طيب عدد الاقراص المغطة بالنحل دي كلها قناة لازم بتتكتب في سجل الفحص. عدد الاقراص المغطة بالنحل هي سبعة. طبعا كل ما زادت الحضنة ادي دي حضنة تلاتة اهي قدامك. الحضنة هتطلع منها افراد. هيبقى عدد الاقراص المغطة بالنحل هتبقى اكتر من سبعة. ولكن في الوقت ده اللي هو انا قلت لك عليه انا لقيت الخلية عندي عاملة كده. يبقى دي كلها دفتر سجل الفحص. ده لازم ان انت تعمله عندك في الخلية. طيب. دفتر سجل الفحص ده. اهميته ايه? اول حاجة. اهميته ان انت تعرف عمر الملكة كام? اهمية تسجيل الفحص. ان انت تعرف عمر الملكة اللي عندك كام? معرفة عمر الملكة. عمر الملكة وحالتها. اما هاجين اول. اما هاجين تاني. اما نقية. يبقى انت عرفت الملكة دي. حالتها عاملة ايه? وصفاتها عاملة ايه? 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 ومن عدد البرويز اللي موجودة جوه حضنة. ومن انتظام وضعها للبيد في البرويز. اثناء الفحص. انت بتعرف حالة الملكة. ان احنا هذكرك برضو. قلتلك الملكة القوية او الملكة الممتازة عندك اللي هي هتيجي اثناء وضع البيد. هتضع البيد بتاعها في منتصف البرويز في الاول. وبعد كده بتعمله زي دايرة كده. اول ما انت تفتح القلية وتتطلع برويز تلاقي البيد او تلاقي الحضنة فيه. بدء الملكة من من وضع البيد دا في منتصف البرويز اعرف ان دي ملكة قوية على طول. لو عمل الحضنة بتاعتها احنا نقول بلغة النحلين بقع. لو عمل الحضنة بتاعتها متفرقة في البرويز كله اعرف ان الملكة دي فيها حاجة. اعرف ان الملكة دي ضعفت. اعرف ان الملكة دي عاوزة تتغير. يبقى من الفحص انت بتعرف دا كله. طيب. يبقى معرفة عمر الملكة وحالتها. تاني حاجة من اهمية تسجيل الفحص متبعد عدد الاقراص بالخلية وتصنفهم. انا صنفت لك في الجدول اللي كنت اعمله لك بعدد الاقراص اللي موجودة في الخلية. طيب الاقراص دي ما فيه منها حضنة. في منها عسل. في منها حبوب لقاح. في منها اقراص فارغة. انا صنفتها لك فيه دفتر فحص. ولازم تبقى كده. يبقى متبعد عدد الاقراص بالخلية وتصنفهم. وعرفت ان الحضنة دلوقتي موجودة. يبقى انا مش هضيف. او الحضنة موجودة كتير ما فيش اقراص فارغة. يبقى انا هضيف اقراص فارغة. وانا قلت لك برضو قبل كده. من اهمية الفحص ان انت بتفتح الخلية. بتفحص. بتشوف الاقراص. بتشوف الخلية محتاجة اقراص. تزود اقراص. شم? ولا تنقص منها اقراص. وقلت لك امتى تزود اقراص. هتزود اقراص في فصل الربيع. ليه? عشان ده موسم النشاط. عشان الملكة شغالة. طيب. وقلت لك كمان تزود اقراص ازاي? ما تحطش الاقراص الفارغة? ده برضو بذكرك باللي احنا قلناه. عشان ما تنسهوش. يبقى كل الحاجات دي انت بتشوفها ساعة الفحص. وتعملها ساعة الفحص. بتحط الاقراص الفارغة ما بتحطهاش بالحضنة. يبقى بتفصل. بتخلي الخلية جزئين? بتخلي جزء كده فيه اللي هو فيه الملكة. وتخلي الجزء التاني. الملكة تحس ان هي الجزء ده مش تبعها. لان اخر قرص موجود. قرص فاضي بعد الحضنة. الملكة هتقول ده ده نهاية الخلية. خلاص مش هتروح ليه الجزء التاني بتاع الخلية ما انت كده قسمتها. وده احيانا بيجي لك علل في في الامتحان. واحيانا واحد يسألك. طب انت ليه عملت كده? لان انت خليت فصلت الخلية وخليتها خليت ايه? بالطريقة بتاعتك دي. وده كله بايه? بجهل النحال. النحال مش عارف فيش شغل كويس? لأ لازم تسأل. وما فيش نحال بيبخل بمعلومة عن واحد زميله. ابدا. ما فيش ويم فيش كمان مدرس عندك في المدرسة. هيبخل بالمعلومة عنك وهيقول لك كل حاجة ان شاء الله. طيب. بعد كده انت تعرف ازاي ان انت فصلت البرويز? تعرف ان انت فصلت البرويز عن بعضها لان تلاقي الجزء اللي هو فيه المالكة زي ما هو. الجزء التاني هتلاقي حصل فيه موجود فيه بيوت ملكية. يبقى انت كده اعرف ان انت اشتغلت غلط. يبقى تحوش على طول البرويز وتحوش البيوت الملكية لو موجودة. طيب. يبقى متابعة عدد الاكراز بالخلية. خلي بالك موضوع الفحص ده كبير جدا. وحاجات كتيرة جدا. طيب. بعد كده لازم تعرف من اهمية تسجيل الفحص معرفة نشاط النحل وصفاته. معرفة نشاط النحل وصفاته. النحل ممكن يكون مش شغال. فيه الطائفة اللي انت بتفحصها. يبقى انت لازم تعرف النحل شغال ولا مش شغال. دي اهمية تسجيل الفحص. لازم تعرف ان الحضنة فيه قليلة وانت جيبت له برواس حضنة من خلية تاني عشان تقطر بيه عدد النحل في موسم النشاط. يبقى لازم تسجل برضو. لازم تسجل. فيه بطاقة بتتعمل على كل خلية. بتكتب برضو فيها كل الحاجات دي. بطاقة بتحط جنب باب الخلية. يبقى قبل ما تفتح الخلية. يبقى انت عارف المالكة بتاعتها هعمل ايه? عدد الاكراز اللي جوه معمول ايه? طب انا جبت لها برواس حضنة قبل كده. يبقى كان نشاطها ضعيف. اه هشوف دلوقت نشاطها بقى عامل ايه? يبقى كل الحاجات دي تسجيل الفحص ده مهم جدا 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 للنحال لان انت وانت في المنحل بتاعك مش هتتذكر. الخلية رقم واحد شكل الخلية رقم ثلاثة شكل. هتنسى الحاجات دي يبقى لازم تسجلها. لازم تدونها. ده تدوين تسجيل بيانات الفحص. طيب. بتعمل بطاقة هيه مكتوب قدامك. بتعمل البطاقة لكل خلية بتدون عليها احتياجات الخلية دي. طيب. يبقى كده قدرت ألملك انا موضوع الفحص بتاع الطواقف كله. واي سؤال عاوز تسأله. تبعته لنا على موقع القناة. خلي بالك البراويز مش كلها زي بعضها اللي انت بتحطها. نقطة برضو لازم تعرفها كويس. وانت بتحط البراويز ما ينفعش داخل الخلية. تحط آآ حضنة مقفولة جنب بيد. او او برواز بيد في وسط اتنين حضنة مقفولة. ليه? لان زي ما قلت لك المرة الفاتت درجة الحرارة بتختلف. بين بين برواز البيد اللي هي درجته سبعتاشر درجة مقوية درجة حرارته. وبين برواز الحضنة المقفولة اللي هي درجة حرارته اتنين وتلاتين لتلاتة وتلاتين درجة مقوية. يبقى معنا كده درجة الحرارة عالية. هتنتقل ليه? الدرجة الحرارة المنخفضة اللي هي بتاعة البيد. هتعمل ايه للبيد? هي هيقلل في نسبة الفأس. حتى لو طلعوا افراد ممكن تطلع افراد من البيد ده افراد مشوهة. يبقى دي كلها حاجات انت لازم تاخد بالك منها من الفحص. اه اتمنى ان انت تكون استفدت من فحص الطواقف. وزي ما قلت لك فحص الطواقف ده اهم درس بالنسبة ليه انا? بقولك عليه اهم درس بالنسبة للنحل. ليه? لان انت بتفحص بتكشف على كل حاجة في النحل. اي سؤال يا ريت تبعتهولي على موقع القناة وهجوبك. اه واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والحلقة الجاية بازن الله هنتكلم على مهارة تاني وهي مهارة التشتية. مهارة التشتية. يعني ايه تشتية? يعني ان انت بتدفي النحل. بتدفي النحل عشان تطلع بيه من موسم او من فصل الشتاء بخير. طيب. يبقى كده. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اه اه الى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.